أكدت وزارة الاتصالات سعيها للتحسين خدمة الانترنت من خلال خطوات عدة وذكرت الوزارة في بيان لها أن أهم هذه الخطوات تشغيل بوابات النفاذ من خلال شركة السلام العامة أحدى شركات الوزارة والتي ساهمت بصورة مباشرة بالسيطرة على موضوع تهريب سعات الانترنت الأمر الذي انعكس على جودة الخدمة ورفض الاقتصاد الوطني إضافة إلى العمل على تطوير البنى التحتية الخاصة بنقل البيانات موضيفة ناء أن جزئية تعرض الأجهزة الفنية المستخدمة في البنى التحتية إلى أعطالة يعاد من الأمور الواردة عند كل شركات الاتصالات في العالم ولكن التحدي الأكبر هو سرعة استجابة كوادر الوزارة لإصلاح هذه الأعطالة ويعادات الخدمة إلى العمل